كنت تتمنى تشوف أحمد فرحان وأحمد يحية اليوم بالمباراة عطفاً على ما قدموا في البطولة العربية مع الشرطة وشكلوا ثنائي مميز كنت تتمنى أن يشاركون اليوم لأن أنت تعرف مستوى ميرخاص وتعرف مستوى علي عدنان ممكن يعني علي عدنان بعد غياب ما عدي مشكلة ممكن تلعب الشوطاني بس ميرخاص أنت تعرف مستوى مستوى جيد لاعب ممتاز فترة السابقة أدى ثبت أنه يستحق أن يكون متواجد مع المنتخب الوطني كنت تتمنى تطي الوقت الكافي حتى يظهر مستوى أحمد يحية الحقيقي يعني ممكن يكون أفضل من ما قدم مع الشرطة خلال البطولة العربية أو بالدوري حتى يثبت أنه يستحق أن يكون متواجد مع المنتخب أيضاً أحمد فرحان من اللاعبين الممتعين الممتازين اللي أتمنى من الكادر التدريبي أنه يطيل فرصة كاملة نفس ما تكلمنا عن أحمد يحية أيضاً أحمد فرحان حتى يظهر بمستوى الحقيقي ويثبت أنه اختيارك إلى الأحمد فرحان أنه يستحق أن يكون متواجد مع المنتخب الوطني عطفاً على ما قدمه بالدوري أو ما قدمه مع الشرطة أيضاً أنا يعني إذا تسمح لي بس جاوبك على موضوع زيدان ترجمة نانسي قنقر